المتاجرة بالأدوية المهربة وبيعها في الأسواق السوداء من أهم الملفات التي تحاول الميليشيا الخوثية وإخفاءها أمام الرأي العام حيث تعمل منذ سطوتها على الحكم في محاربة شركات الأدوية ونهبها وفرض جبايات غير قانونية عليها السطو على شركتي الحديثة والعالمية المصنعة للأدوية التي تعمل منذ عشرين عاما على تزويد الأسواق المحلية يكشف المنظومة المتكاملة لمساع الميليشيا للهيمنة على سوق الأدوية يتجني ملايين الدولارات من القطاع الصحي مستغلة سيطرتها على المؤسسات الطبية والقطاعات التابعة لوزارة الصحة التي منح التصاريح لشركات جديدة تتبع قيادات حوثية في محاولة لإنشاء سوق موازل الأدوية المهربة المصادر الطبية تقول أن الميليشيا الحوثية اعتمدت على الأدوية المهربة كمصدر لتمويل الحرب لكن ذلك أخذ طابعا رسميا بعد العام 2014 حيث شرعت ميليشيا الحوثية في استخدام عشرات الشركات المستحدثة في استيراد وتهريب الأدوية وأمام هذا العبث حذر للتحاد واليمني المنتجي الأدوية من تداعيات سطو الميليشيا الحوثية على شركات الأدوية والمؤسسات الطبية في صنعها وأشار في البيان إلى أن هذه الشركات تساهم في تغطية سوق الدواء المنتجي محليا منذ أكثر من عشرين عاما